المحبة ذا يماعة في القلب وفي شنو؟ في العمل في القلب وفي شنو؟ في العمل انت بتحب الرسول بقلبك صاح؟ بتحبه صلى الله عليه وسلم ومحبة عظيمة تحبه اكثر من نفس الاخر وكمان تتبعوا لازم تتبعوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو؟ يحببكم الله لكن تقول انا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتخالف فيه ده دليل على انك تكاذب في المحبة دي ولو بتقول لو ات جاهل نفسك صادق بتقول دي عاطفة زي؟ وعاطفة وانت مخالفة ما بتنفعك خاصة في العقيدة لان ابو طالب كان بحب الرسول ولما يحبه صلى الله عليه وسلم بحبه لكن هل نفعته لما نكام على الشرك؟ ما نفعته؟ خالد مخلط في النار اما تخفيف العذاب ده الرسول ده عليه خاصة به صلى الله عليه وسلم وخاصة خاصة بها بطالب ليه؟ لانه كان بدافع عنه لكن مجرد المحبة براه ما نفعت انت تحبه وانت تتابعه تقول ليه انا بحب الرسول الرسول يقول لك ما تلبس حجبات دار حجاب صبيطة بتاع تموز خاتيها في رقب في في يدك تقول ليه بحبه؟ وتقول ليه بحبه؟ والزول اللي بتتبعه تبغضه؟ تقول ليه بحبه؟ يا غل بحبه لعبت الكورة تلقاهم بيتتبعوه؟ واحد بحب الهلالابي تلقى ركشة بهية ظهرية جوه سوداء عربية ظهرية يمكن جامعة كنت ذاته ما يصلي فيها حمر ما يصلي فيه شط حمرية كم ما يقول ليه بحبه؟ يقول لك أنا هلالابي هزول لانا هلالاب من ريغابي تلقاهم ملون حمر بس كثير دبتعا الكورة هحب زول الناس بحبه الفنانين تلقا واحد حالقة كثير ما لك؟ يقول لك أنا حواتي عمال لك على مدفئ ما بحبه نسوي له جنيعني ما نصحناه نسوي لجنو بحبه كثير ده واحد تلقى بحبه لم صارح تلقى يتطح بالحديد يقول لك ده يا ربقى زي فلان انت بتحب الرسول وبتكره شكله دي يحل لها كيف الرسول صلى الله عليه وسلم شكله مقصر تشوفنا نحن اتبعناه تكرهنا وتبغضنا وتقول ليه بحبه ده ما ذليل على انه شغلته دي ما لخبتها محبة يعني ما قلنا ما تحب الرسول بالقلوب ما تلبس الحق بالباطل قلنا لك انت لو بتحبه يتبعه ما تتلولو تحبه بقلبك وتتبعه بجسدك صلى الله عليه وسلم ده الصحة كثيرا